شركات كتيرة شغالة فيه النموذج بتاعة شات جي بي تي اللي احنا بنتكلم عنه دوت ده نموذج اتضرب كتير صرفوا عليه تدريب جامد جدا فبالتالي برغم انه هو بيستعمل انجين الانجين ده اللي عاملاه جوجل وعملاه اوبن سورس مفتوح اي حد ممكن ينزله ويستخدمه بس هم صرفوا عليه في التدريب على النصوص بشكل عنيف لدرجة انه النهاردة بقيت انا ممكن اقوله ادي المنتج بتاعي ودي السوق بتاعي وانا عايز احقق الارقام دي في المبيعات يقوم عامل خطة تسويقية تصيلية بكل حاجة ده يعني هيبدل الماركتيرز يستبدل الماركتيرز بالزبط بالزبط مسوقين بالزبط واحنا احنا كنا متخيلين ان الاي اي اول حاجة هيبدأ يحل محلها هم العمالة ذات اليقاط الزرقاء اللي هي العمالة الاقل الاقل بالزبط الحرفيين بالزبط الحاجات اللي ممكن الروبوت يعديها تنظيف الصيانة كل ما شابها ذلك لكن لقينا لان فيه ديتا كتيرة قوي مثلا موجودة برامج شباب كتبين الكود بتاعها وشرحينها ده لما اخدها بقى ديسياتك بيقدر يكتب برامج بتكت زرار يقول له انا عايز برنامج يعمل لي موبايل ااب الموبايل ااب دي يبقى فيها تشاتين ويبقى فيها برفع الصور وبعمل لها فيلترز واقدر عمل لها شيرز على سوشال نيتروك واحد اين ثلاثة تق يديني الكود بقى عندي الابليكيشن جاسة ليه فهو هيحل محل الـ Software Developer هيطبقى بس الـ Strategist الراجل اللي بيحط الخطة بتاعة البرنامج عشان كده هوت احنا كنا بنقول انا بخش على جوجل اسرش وجوجل ودي نقطة خطيرة قوي لان جوجل هي بتوصلني لطلبي اروح للويب سايتس المختلفة وكان بيعتمد على زجاء صناعي على الكلمة مش على الـ Context فعشان كده نسمع كلمة كلمات مفتاحية الـ Keywords ده صناعة جوجل اللي بقى لها فوق العشرين سنة ودوت يشكل اكتر من سبعين في المية من دخلها فدوت بيضة دهب كبيرة بتكسب جامد جدا ضروري اخليها وده اللي خليها تتأخر ان تطلع شركة صغيرة جدا زي Open AI تطلع حاجة زي ChatGPT وطلعت قبل كده على فكرة حاجة الرسم اسمها دالي برضك تكتبيله فهو هنا بدأ انت مش عارف ان في ناس تبقى شاطر قوي في جوجل سيرش بتكتب وتلاقي النتيجة بسرعة وفي ناس بتقعد باليوم عبر ما تلاقي المهارات في الكتابة دي برضك في الـ ChatGPT اللي بيكتب بيوصف لها حاجات بطريقة هي تفهمها تقوم تطلع له النتائج الصحة ولكن يبقى السؤال هل انا ضامن الكلام اللي تقال ده؟ يعني هل فيه حد ضامن اللي هي تنفيذ الخطة التسويقية او لو قال لي خد الدواء الفلاني او لو قال لي استخدم السماد الفلاني هي دي النقطة ان التدريب مهما وصل من قدرات مازال مقدرش اثق فيه 100% ترجمة نانسي قنقر